عقد وزير خارجية والهجرة بدر عبدالعاطي لقاءا صحفيا مع عدد من قبرات الصحف ووكالات الأنباء العالمية واليابانية المهتمة بشؤون سياسية في اليابان يتي ذلك على أهم مشاركته في الاجتماع الوزري الاتكاد المنعقد في العاصمة اليابانية توكيو خلال الأسبوع الجاري أكد عبدالعاطي على أهمية التواصل المباشر والمستمر مع رأي العالم الأجنبي لنقل الصورة الحقيقية لتطورات الأوضاع في الإقليم وإبرز الجهود المبذولة للحيولات دون تفاقم الأزمات في المنطقة على نحو يصعب السيطرة عليها كما أكد عبدالعاطي حرص مصر على العمل مع اليابان للارتقاء بكافة مجالات العمل المشترك اتصاقا مع ترفيع العلاقات الطنائية لمستوى الشراكة الاستراتيجية